كانت لحظة فارقة عندما غادر آخر جندي بريطاني مدينة عدن في الثلاثين من نوفمبر من العام الف وتسعمائة وسبعة وستين لحظة انطوت مرحلة الاستعمار البريطاني الذي دام أكثر من مائة وعشرين عاما ارتكب الاستعمار في حق اليمنيين انتهاكات قاسية بدءا بتجزيء البلد وتقسيمه إلى محميات وليس انتهاءا باستبداد الناس وإهانة كرمتهم كانت لحظة استسلام الامبراطورية البريطانية ثمرة نضال وطني دام أكثر من أربع سنوات مذ أشعل جذوته راجح لبوزة في جبال ردفان حاول البريطانيون خلال تلك السنوات قمع الأحرار ونكلوا بهم أبشعة تنكيل لكن إرادة الشعب عادة ما تكون هي الغالبة الانتفاضة الثانية لعدن كانت في يوليو 2015 عندما دحرت آخر عنصر من عناصر ميليشي الحوثي والمخلوع الذين دمروا المدينة وسفكوا دم أهلها توالت بعدها عملية التحرير لتشمل لحج وأبيان والضالع ولا زالت المعركة مستمرة ضد الانقلابيين حتى اللحظة بعد التحرير توقع أبناء عدن أن يتم تكريم هذه المدينة تقديرا لنضال أبنائها الذين بذلوا دماءهم من أجلها لكن ما حصل لم يكن في الحسبان فقوات التحالف في عدم قيادة الإمارات عملت على ملشنة عدن وتحويلها إلى بؤرة مسلحة ينتشر فيها القتل في أزقة الشوارع وفي الوقت ذاته عملت تحالف على إضعاف نفوذ الدولة الشرعية التي قال إنه تدخل من أجل استعادتها كثير من أبطال عدن الذين كافحوا من أجل تطهيرها من الانقلابيين يقبعون اليوم في سجون سرية تابعة للإمارات وحزامها الأمني في ردة فعل غريبة وكأنها عقاب لهم على ما فعلوه المزاج الشعبي الرافض لسلوك الإمارات في عدن بدأ بتصاعد ملحوظ قبل أيام احتج عمال ميناء عدن على رفض الإماراتيين السماح لسفينة تجارية الرسوة تفريغ حمولتها من البضائع أمهات المختطفين أيضا رفعنا أصواتهن للنظامات المحلية والدولية مطالبات الحزام الأمني والإمارات بالإفراج عن أبنائهن المختطفين دون تهم اليوم قررت الحكومة إحياء ذكرى 30 نوفمبر لكن المندوب السامي الإماراتي رفض هذا القرار وانتشر مسلحون مدعومون منه لإلغاء الحفل بقوة السلاح امتهان وظلم وكأن المشهد يعيد نفسه قبل خمسين سنة ولكن هذه المرة ببشرة ليست بيضاء رحلت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس فكيف بدعيلات هشية تعبث باليمن الكبير غير أبهة بصلابة اليمني وقدرة على صناعة التاريخ موسيقى موسيقى